يا إلهي أرغب بتناول شيء حلو قبل حصة العلوم آه لقد تذكرت إحضار وجبتي الخفيفة المميزة حسناً هل أتخيل ذلك أم أنها تتحدث بالفعل عن أحمر شفاة؟ ممم لذيذ هل أنت جائعة جداً لدرجتي أكل مكياكي؟ يمكنني إعطائك لوح جرينولا أو شيء ما بيني وبينك هذا ليس أحمر شفاة حقيقية لصنع أحمر شفاة قابل للأكل أحضر علبة أحمر شفاة كهذا تأكد من أنها خالية من أحمر شفاة ثم املأ وعاء بقطع شوكولاتة بيضاء كهذا سخنها في المايكروويف حتى تذوب تماما امزج لون طعام بلون أحمر الشفاه نفسه حالما يمتزج اللون اسكب الخليط في علبة أحمر الشفاه بحذر فقد تحدث القليل من الفوضى احرص على عدم الإفراط في ملء العلبة سيصبح جاهزا حالما يتصلب تفضل كيفان لماذا لا تجربه؟ إن أصريتي مالا إنه لذيذ جدا هل سبق أن شعرت أن لديك الكثير من الملابس لكن لا تناسبك أي منها؟ سأجرب هذا حسنا جيد حتى الآن مهلا لماذا لا يمكنني إدخال يدي؟ كيف حصل هذا الشق الكبير؟ حسنا يبدو أني عدت إلى نقطة الصفر قميص غبي يا للأسف قميص آخر جيد فسد بسبب شق تافه شق كبير في الواقع حسنا لا يمكن إنقاذه لذا بقي شيء واحد فقط ارسال هذا القميص إلى الزبالة حسنا يا سيد قميص سعدت بصحبتك ما الذي تفعلينه يا بلا؟ جاستين لا أنا على وشك مشاركتك حيلة للملابس يا صاحبي لإصلاح قميص جاستين ضعيه بشكل مسطح وقصي أعلى الدرزة فوق مكان الشق والتبعي قطواتنا هنا قصي بحرص وبطء حتى تصبح القصة سليسة بمجرد الانتهاء من كلا الجانبين ضعي القطعتين جانبا الآن خيطي طرفة بألة خياطة ثم خيطي قطعتين زرقشة صغيرة أسفل منطقة الصدر مباشرة ولفهما للأعلى لصنع خلقات أترين؟ لا تنسي القيام بذلك على كلا جانبي القميص أترين؟ إنها حلقات حزام الآن لديك قميص جميل بلا أكمام واو، ألكن هذا قميصي الممزق؟ ألترى؟ لا تفسد الملابس أبدا مجرد أنها تحتاج أحيانا إلى عقل مبدع لإعادتها إلى الحياة أو تفضل أكمام قميصك؟ إلى اللقاء واو، الوصول إلى غرفة الفندق الرائعة كان يستحق عناء الرحلة الطويلة حسناً، هذا أفضل وقت لتفرغي حقيبتي لنرى هنا ماذا؟ لابد أنك تمزح معي لقد انسكب كل اللوشن والشامبو على ملابثي الجديدة هل توجد أي طريقة لإنقاذ هذه القطعة الرائعة؟ لقد اشتريتها خصيصاً لهذه الرحلة الآن ماذا ألبستوها للأسبوع؟ مهلاً ربما يمكن الاستخدام بعض الأشياء التي أرتديها لتصميم بعض الأزياء الجديدة إن كان لديك وشاحك الذي ترتديه بكي، فاخلعيه من رقبتك حالما تلفين الوشاح حول جدعك أسفل ذراعيك، اجمعيه إلى الأمام الآن اخلعي خاتمك إن كنت ترتدينا واحداً وأدخلي القماش عبر فتحته الآن مع النسيج الزائد، قسمي القطعتين ولوفيهما حول ظهرك واربطيهما هناك مرحباً يا جميلة تبدو هذه القطعة وكأنك قد اشتريتها من متجر غالية هي يجب أن تبدأي بسك بالشامبو على ملابسك مرات أكثر هل تسألت يوماً من أين تحصل الفتيات على أفكار الماكياج والجمال؟ حسناً من المجلات بالطبع واو، كيف تجعل شفتيها تبدوان ممتلئتين؟ كيف يمكنني جعل شفتي تبدوان هكذا؟ أتسأل إن كانت لانا ستوافق على إعارة بعض مكياجها قد يعمل صمغ رموش هذا ربما يمكنني جعل شفتي تبدوان ممتلئتين دون نفخهما بلا، ألا تعتقدين أن ذلك يجعلك تبدين مجنونة قليلاً؟ ما رأيك يا لانا؟ مقزز يبدو أنه بإمكانهم استخدام بعض حيا للمكياج الجديد أليس كذلك؟ بقيت ساعة على عيد ميلاد بالا من الأفضل أن تعجلي بهذه البالونات لانا، الوقت يداهمكي يا إلهي، ماذا حدث لإسفنجة الميكياج تبدو مقززة؟ لن أضع هذا الشيء على وجهي آه، أعتقد أني أتشو انتبهي من إسفنجة الميكياج الطائرة والطار البالون أوف بلا، لماذا عدصاتك درامية دائماً؟ أسفة، لا أستطيع منعها ها هو بالونك منكمش أتساءل إن كان بإمكاني استخدام هذا الشيء كإسفنجة مؤقتة؟ للقيام بذلك، أعصري بعض كريم الأساس على طرف بالون منفوخ قليلاً كهذا حالما توزعينه على وجهك، ابدأي في دمجه بربطات خفيفة واو، لا يبدو سيئاً أبداً قوام المطاط المسطح يجعله أدات دمج جيدة تخفي جميع المسام حسناً، نحن على مشكل انتهاء واو، من كان يعلم أن البالون المنكمش سيجعلني أبدو رائعة؟ من رأيك يا لانا؟ واو، تبدو بشرتك مثالية كل هذا بسبب بالون؟ مظهر جداً الآن وبعد أن انتهيت من مكياجي، سأساعدك في نفخ البالونات حسناً، ماذا لدينا هنا؟ هل تستعدان للخروج الليلة؟ واو، ظلال العيون هذا رائع، الكثير من الألوان ممتاز، تفضلي، أتريدينه يا بلا؟ لا، مكياجي أسف يا بلا، اعتقدت أنك أمسكت به جيداً هفل قد كانت جديداً يا لانا خطأي مهلاً، ربما يمكننا استخدام شيء آخر على عيوننا؟ نعم، قد يعمل أحمر الشفاء لماذا لن نجرب؟ تبدو فكرة شيقة إن كنت مستعجلة ولا يتوفر لديك كل مكياجك، فحاول استخدام أحمر الشفاء كظل عيون ابدأي بلون يود كهذا وضعيه على كامل الجفنة قبل أن يجف، ادمجيه في جفنك لدمج الحواف قليلاً اختاري لوناً غامقاً كالأحمر وضعي القليل منه على الحافة الخارجية للجفنة حالما يجف، ادمجي اللون باستخدام حركات دائرية بالفرشاء وأخيراً ضعي القليل من لون فاتح في منتصف الجفنة كما خمنتي حان وقت المزيد من الدمج واو، لو لم أرد طريقة لأعتقدت أنه ذيلل عيون غالن نعم، أعلم أني أبدو جميلة اذهبنا الآن ستتأخرن عندما يحين وقت الجلوس والاستمتاع بتناول وجبة، من المهم أخذ الوقت الكافي لضبط المزاج لنرى من أين أبدأ هذا الخبز الطازج سيكون مذاقه رائعاً تقريباً بنفس لذة هذه الشيدر المفضلة لدي تبدو هذه الشطيرة لذيذة جداً يا جانيفر قد يكون مجرد غداء عادي، لكن تحضيره جزء كبير من روتينك اليومي حتى لو لم يكن لديك ضيوف، من المهم الالتزام بآداب المائدة حسناً، أنا شبه مستعدة لتناول هذه الشطيرة الشهية ألهم جيف فقط من سيأكل هذا الشيء بيديه يا لها من لقمة صغيرة وأنيقة ولن تكتمل وجبة الغداء دون عصير تفاح الذي ذن اشتريته من البقالة وبالطبع إنه بدرجة حرارة مثالية حسناً، أعتقد أني شبعت، سأعود إلى العمل الآن لكن عندما يتناول الأولاد وجبة الغداء فإنهم يفكرون فيها بقدر ما يفكرون بالقميص الذي يرتدونه في الصباح لكن لا دعي للقلق، فلا يزالون يستمتعون بها قد تتساءل لي أي درجة؟ لدرجة الاستمتاع بتقطيع السجق للسيف هل فكرت في ممارسة مهنة الجزارة يا كيفين؟ حسناً، أعتقد أن هذا القطع كافل لليوم انظر إليها شريحة مثالية إنها تحفة فنية أو لا، لقد تأخرت عن الحصة يبدو أني سأتناول الغداء على الطريق هل هناك شيء أفضل من قضاء ليلة فيلم عفوية؟ لا أمل أبداً من هذه الكوميديا الرومانسية الكلاسيكية لحظة، ما كان ذلك؟ يا إلهي، هذا أكبر عن كابوتر رأيته في حياتي كيفين، انظر على رسلك جينيفر، لا أستطيع سماع الفيلم هل تعتقدين حقاً أن هذه الحشرة الصغيرة ستؤذيك؟ أمسكت به، أعتقد أو لا، يا إلهي، ما مدى قوتي هذا الشيء؟ أو لا، لينقذ أحد كيفين من هذا الشيء أخبرتك أن هذه الأشياء مخيفة أين ذهب؟ لا أعتقد أني أمسكت به أوف، إنه على يدي سيقترني وهذه ميزة الأولاد، لا يخافون كثيراً لكن إن تعرضوا للتهديد فإنهم يغضبون كثيراً موت أيها العنكبوت، أنت لست مدى للوحش كيفين خذ، كيفين لا هل أنت بخير يا صغيري؟ أنا آسفة، كيفين كان قاسياً معك قد تخاف البنات من العناكب، لكن هذا لا يعني بضرورة أنهن يرغبن بإذاءه أنا بخير بالمناسبة أصبحت ترجمة نانسي قنقر